السلام عليكم السلام عليكم سيد علي واضح الصوت نعم واضح سيدة هدى تفضل طابعك تمام يعطيك العافية شكرا جزيلا على هذا التقديم وشكرا لجميع العاملين في جمعية إرادة وشكرا لإتاحة هذه الفرصة العظيمة للأمانة يعني جمعية إرادة جمعية رائدة ولها مكانة يعني كبيرة عندي فحبت على أن أشكرهم لهذه الفرصة العظيمة طبعا موضوع اللي راح أتكلم إن شاء الله عنه أتمنى أن يكون موضوع يعني في المجال ومهم لجميع الحاضرين يتعلق بأفكار عملية لتحسين اتجاهات الأقران نحو الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة اختيار لهذا الموضوع طبعا الأمانة يرجع للتجارب خلينا نقول أشياء شخصية وفردية عني كشخص لما كنت طالبة في المرحلة سواء توسطة أو الثانوية حتى يعني قبل ما أعرف أي شيء عن استراتيجيات التعليم أو طرق التدريس أو حتى ما كان عندي معرفة بالأشخاص أو الإعاقة أو حتى بالمصطلح نفسه ولا حتى سبق لي أني خالت أو كانت عندي تجارب يعني مع طلاب أو أصد صديقات خلينا نقول في المدرسة أو ندوي الإعاقة ولكن مع ذلك يعني حتى كطالبة كنت أشعر للأمانة بأهمية الأقران في العملية التعليمية يعني كنت أمارس هذه الاستراتيجية أو هذا الأسلوب كطالبة بشكل خلينا نقول فطري يعني حتى قبل ما أعرف ما عندي أي معرفة عنها فمثلا لما صديقاتي في الصف أجد أي واحدة منها أو زميلة عندها مشاكل معينة في الدراسة في التعلم مثلا ما تفهم بعض الأشياء أو تحتاج مساعدة كنت أشعر المسؤولية تجاهها لأن مثل ما تعرفون طبيعة المدرسة طبيعة الصف يعني حنا لمدة تقريبا كم سنة أو سنتين نكون مع بعض نفس الصف فتتكون سبحان الله علاقة قوية نبدأ نشعر بمسؤولية تجاه بعض فكنت أشعر المسؤولية أنه أنا ضروري أساعدهم أنه أعلمهم وكنت أشوف رد فعل مرة إيجابي يعني الحمد لله كان يعني كان لي دور في المساعدة عشان كذا حتى بعد ما يعني خلونا نقول كبرنا وتخصصنا وصلنا نقرأ ونعرف ونشوف في الأبحاث ودراسات عن الأقران وأهميتهم وقوتهم في العملية التعليمية صرت أعرف أنه هذا الموضوع يعني مش محتاج أصلا حتى ثقافة أنه واحد يتقف فيه وتعلم فيه وتعرف عنه يعني عرفت أنه نحن ممكن حتى نمارسة بشكل فطري فقط محتاج إحساس بالمسؤولية اتجاه الآخرين خاصة الأشخاص اللي يكونون معنا في نفس المكان أو في نفس البيئة وهذا الشيء هو اللي لازم يعني نحاول قد ما نقدر نزرع في أطفالنا وغلابنا عن الإحساس بالمسؤولية بالآخرين اللي معانا طبعا موضوعنا إن شاء الله راح يكون عن أكثر شيء عن الدمج يعني الأقران فيه في المدرسة اللي فيها الدمج أنا أعرف أنه ممكن مصطلح الأقران أحيانا يستخدمونها بشكل عام أنه الأصدقاء لكن نحن نتكلم هنا ليس عن الأصدقاء في المدائس الخاصة اللي خلينا نقول الأطفال من ذوي الإعاقة يكونون متشاركين نفس الإعاقة أو نفس المشاكل الأكاديمية لا نحن نتكلم أكثر الحين عن الأقران في بيئات الدمج بحكم أنه الدمج أصلا يعني الآن صاير اتجاه مرة حديث ومهم ويعني حنك مجتمع قاعد نستعال إن شاء الله ونحاول نحققها وفي تجارب ممكن نقول بسيطة في الدمج لكن طبعا التجارب في البداية تواجهة كثير من المشكلات وهذا طبعا دورنا الحين نحن نحاول نحسن ونساعد في تحسين هذه المشكلات اللي ممكن تواجهنا بشكل خاص في الدمج المحاول راح أتكرم عنها اليوم طبعا قبل الأفكار العملية قبل ما أعطيك معي طول الأفكار اللي ممكن نطبقها ضروري ناخذ يعني خلين نقول نظرة عامة حول الدمج بشكل مختصر نحاول نقدم يعني معلومات نظرية مهمة حتى نقدر نوصل لهذه الأفكار ونقتنع فيها ونقدر نطبقها راح نتكلم عن المشاركة الاجتماعية أيش المشاركة الاجتماعية لأنها جزء أصلا من اتجاهات نحو الأشخاص له الإعاقة راح نتكلم عن اتجاهات الأقران بشكل خاص وبالتالي راح ننتقل إن شاء الله للأفكار اللي ممكن تساعدنا في تحزين اتجاهاتهم طيب نظرة عامة حول الدمج طبعا للدمج أهداف كثيرة يعني التربويين والأخصائيين والأهالي حتى الأهالي نفسهم لما دعوا للدمج وشجعوا للدمج وطالبوا في الدمج هذا كان بسبب يعني خلينا نقول المخرجات والنتائج الإيجابية العظيمة اللي ممكن يقدمها الدمج للأشخاص ذو الإعاقة لو تم طبعا بطريقة سليمة المخرجات هذه كثيرة ممكن بعضها أكاديمية يعني خلينا نقول مثلا أن الطلاب ذو الإعاقة من ناحية أكاديمية يطورون أكثر في بيئات الدمج أحيانا بعضها شخصية مثلا أنهم يتعلمون بعض المهارات في العناية بالذات المهارات الاستقلالية ولكن الهدف الجوهري والعظيم للدمج هو الهدف الاجتماعي اللي هو نقصد فيه أن الطلاب سواء كانوا ذوي الإعاقة أو حتى طلاب اللي ما عندهم إعاقات من خلال الدمج يعني يتعلمون أو يحصلون على بعض المزايا الاجتماعية المهمة مثل إيش مثل مثلا أنه أنا عندي صداقات مختلفة صداقات متنوعة صداقات عديدة صداقات من نفس الحي اللي أنا أعيش فيه وليس فقط يعني صداقات محصورة أو بعيدة عن المجتمع اللي أنا أعيش فيه هذا بالنسبة للأشخاص أو الإعاقة وحتى الأشخاص اللي ما عندهم أو الطلاب اللي ما عندهم إعاقة تتكون عندهم مفاهيم مرة إيجابية ومهمة للمجتمع مفهوم التقبل مفهوم الاحترام مفهوم المسؤولية الاجتماعية والإحساس تجاه الآخرين مساعدة التعاون هذه كلها أشياء نطمح ونرغب أن أطفالنا يتعلمونها حتى لو كان ما عندهم إعاقة أنا أحب أشوف طفلي يعني عنده مسؤولية اجتماعية عالية اتجاه الآخرين طيب بالنسبة لي النظرية التي بني عليها الدمج طبعا بشكل يعني خليني نقول بشكل مرة بسيط أننا نعرف أن الطفل سبحان الله إذا بغيت تعلم حاجة حتى في بيئة تساعد أن يتعلم هذا الشيء حتى بدون ما تسوي ولا شيء بدون ما تجيب لإستراتيجيات ولا أجهزة ولا مجرد ما تحطه في بيئة معينة هذه البيئة يعني عندها هذا السلوك بشكل كويس راح يتعلمه مثلا طفلك تكلم بس لغة عربية ما عندها أي يعني ما يعرف لغة مثلا إنجليزية لكن وضعتها في بيئة ما بين مثلا أهل أو أصدقاء يقابلهم كل يوم ويشوفهم هم يتكلمون لغة إنجليزية بعد فترة بشكل يعني بدون تلقائي راح تشوف طفلك تتكلم لغة إنجليزية وانت لا جبت لأجهزة ولا جبت لك كتب ولا حاجة ولا وفرت لمعلمين لكن بس وجوده في بيئة تقدم له هذا السلوك ساعده في اكتساب هذا السلوك هذا يحدث مع الجميع هذا شي طبعا خيرا نقول يعني طبيعي يعني مش بس مع الأشخاص ذا والإعاقة نفس هذا المفهوم ممكن نتبقى مع الأشخاص ذا والإعاقة إنه لو وضعنا هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الطلاب في بيئة أو بين طلاب عندهم مهارات معينة أو يعرفون يقدم مهارات معينة ممكن بعد فترة تتسبون هذه المهارات منهم ليه؟ لأن هذه النظرية تقوم تقوم أساسا عليها العملية التعليمية إنه أن الأشخاص التعلمون من الأشخاص الأكثر كفاءة منهم بما في ذلك طبعا الأباء والمعلمين والأقران بالتالي إذا كانت ما في هذه الفرصة لهم إذا هم ما زالوا في نفس البيئة أو نفس المكان بنفس المهارات يعني الأشخاص اللي معاهم أو الطلاب اللي معاهم أو المجتمع اللي هم فيه نفس مهاراتهم ما رح يكون فيه صعوبة بشكل منطقي أنهم يتعلمون المهارات الأصعب أو يعني اللي ما يعرفونها طيب طبعا هذه هي الصورة المثالية خلنا نقول للدمج إنه الطالب لما يكون في هذا البيئة رح يتعلم هذه المهارات ولكن في الحقيقة عشان نكون صادقيا هذا الموضوع ما رح يكون سهل ما رح يتم بشكل يعني على طول تلقائي لأنه في شيء اسمه دمج جسدي في شيء اسمه دمج اجتماعي الدمج الجسدي اللي احنا ما نبغاه اللي بس مجرد أننا نضع الطفل في هذا الصف وخلاص يتوقع أنه مجرد وجوده جسديا في الصف رح يكتسب المهارات كلها الاجتماعية والأكاديمية وغيرها وإنما هناك حاجز مرة كبير ممكن يعيق تحقيق كل هذه الأهداف أو الطموح اللي احنا نسعى له وهو موضوع التقبل تقبل الأشخاص طلاب أو حتى المعلمين أنفسهم لوجود هذا الشخص أو هذا الطالب في الصف لأي سبب كان يعني أحيانا حتى نحصرها على طلاب ذوي العاقة أحيانا يكون عندنا اتجاهات سلبية للأشخاص من دول مختلفة يتحدثون لغات مختلفة لهم أشكال مختلفة فأحيانا مجرد وجود تقبل وجود شخص مختلف عني هذا يسبب لي عائق في أن أتفاعل معه أتواصل معه وبالتالي ممكن يعني ما تتحقق كل الأهداف اللي حنا نطمح لها إذا جلنا نتكلم عن الجانب الاجتماعي للطلاب ذوي العاقة في المملكة نحية الأكاديمية يعني نتركز كثير على الناحية الأكاديمية في مدارسنا المعلمين كثير يقضون أوقات في التدريس وفي الإعداد للدروس وبالتالي ممكن ما عندهم الوقت أنهم يعني نمونوا الجانب الاجتماعي أو حتى يعني أنهم يلتفتون في دراسة لأنهدي عام 2014 لما جاي حل طبيعة التدريس في المدارس أو طبيعة المناهج التدريسية مثلا للطلاب ذوي الإعاقة العقلية وجد أنه معظم المنهج يتركز على الجانب الأكاديمية هذا شيء واضح طبعا لكن يعني الصدمة أنه يكون صفر بالمئة من ناحية الجانب الاجتماعي لو تلاحظون هنا كلمة يعني معني تعني الجانب الاجتماعي لقى أنه في المرحلة المتوسطة والثانوية الاهتمام بالجانب الاجتماع للطلاب ذوي الإعاقة يعادل صفر يعني نسبة مرة يعني خبنا نقول تزعل ما في أي اهتمام للجانب الاجتماعي شخصيا أنا يعني لما عملت البحث الماجستير يعني عندي مقابلات مع بعض المعلم وكنت يعني مهتمة بالجانب الاجتماعي فكنت أسأل يعني المعلمة مثلا عن بعض الطلاب كيف مثلا صداقاتها أو كذا فكثير كانت يعني بعض المعلمات كثير جاتني إجابات أنه ما في أحد يحبها كل قادة بالصف في الحالها ما تطلع بالفسحة ما عندها صديقات فلما أسألها طيب يعني إيش سويته أو كذا تقول لي يعني ما سوي شي يعني أنا مش مسئوليتي يعني أنا أشوفها الوحدة بس يعني بنات ما يحبونها أو بنات ما يخضونها معهم أو هي ما تطلعوا إياهم يعني أنا ما لي داخل يعني هي تحب كذا فممكن يشعرون أن هذا مش مسئوليتهم أو يشعرون أنه ضغط عندهم كبير دج أنهم يعني ممكن ينتبهون لهذا الجانب وهذا فعلا شي يعني خلونا نقول يؤثر على الدمج يعني تخيل أنه أنت تروح مدرسة أو تروح مكان ما في أحد قاعد يتقبلك ما عندك أصدقاء ما عندك صديقات إذا أنت كأم أو كمعلم أو كتربوي أو كأخصائي إذا حنا كنا نسعى من الدمج أن نطور مهارات أكاديمية فهذه لا يمكن أن تحصل إذا ما كان فيه أساسا يعني شعور بالانتماء أو شعور بالتقبل من الآخرين طالب كده رح يكره المدرسة ما رح يروح لها ما رح يحس قيلته لو هذه الأشياء كلها ما كانت موجودة فبالتالي الاهتمام بالجانب الاجتماعي يعتبر جدا مهم علشان نقدر يعني نرتقي أو نرفع يعني من الجانب الأكاديمي طيب الآن نظر نتكلم عن حاجة اسمها المشاركة الاجتماعية المشاركة الاجتماعية تعني أنه الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا طبعا هدف نطمح له ونتمنى أن نحن حققه يتمتعون بنفس المزايا التي يتمتع بها الأشخاص الآخرين أو الطلاب الآخرين اللي معهم بالصف يعني إيش هذه المزايا من ناحية اجتماعية معني أنه هذا الطالب عنده أصدقاء مثلا مثل أي طالب ثاني هذا الطالب يزور أصدقاء في البيت يلعب معهم مثلا كرة في خارج أوقات الدوام يعزمهم يطلع معهم يتواصل معهم مثلا واتس آب أو غير سناب شات أو الأشياء هذه اللي كل الطلاب يسوون هذه كلها مزايا اجتماعية فإحنا نطمح أن الطالب لو الإعاقة يكون عنده نفس المزايا اللي تكون عنده الشخص اللي ما عنده إعاقة كيف تتحقق هذه المشاركة الاجتماعية أو هذا هدف الجوهري للدمج يبدأ يتحقق هذا الجانب أولا من القبول من قبل الأقران هذا أول مرحلة أنه لازم يكون الأقران عندهم تقبل لهذا الشخص إذا صار فيه تقبل بالتالي رح يكون فيه تفاعل رح أجي أتكلم معه أسولف معه أجلس جنبه أطلع معه رح يكون فيه شوية تفاعل إذا حدث هذا التفاعل تبدأ لحين مرحلة الثالثة تكوين الصداقات صار صديقي نطلع مع بعض وصلنا عند الاجتماعات مشتركة مشتركين مع بعض في حاجة معينة نعزم مع بعض في البيت إذن هذا لحين صارنا صديق أصدقاء بعد لما يكون عندي أنا صداقات وأعرف قيمتي الاجتماعية أصل إلى مرحلة من الإدراك الذاتي والاجتماعي أعرف قيمتي في المجتمع أعرف أنه أنا شخص يعني مقبول في المجتمع عندي أصدقاء الناس تحبني إذن أصل إلى مرحلة من الإدراك الذاتي والاجتماعي وهذا مرحلة مرة عالية طيب الحين القبول يعني لا يمكن طبعا إحدى التفاعل أو تكوين صداقات إذا ما كان في قبول صح أو لا يعني منطقيا أنا مستهل أصادق وحدة أو أصادق أحد وأنا مش متقبلة ومرح أصادقة إذا ما كان في تفاعل تفاعل من كثرة التفاعل كل مرة أتكلم معه تصل إلى مرحلة الصداقة فإذن هي مثل الخطوات اللي نمشي عليها أو يعني خطوات يعني وحدة بعد وحدة إلي أن نصل إلى مرحلة الإدراك الذاتي اليوم حديثنا رح يكون فقط يعني عن القبول أو القبول من قبل الأقران فهي المرحلة الأولى من مراحل المشاركة الاجتماعية نجد أن مرحلة دراسات حول العالم طيب في مجال المشاركة الاجتماعية للطلاب ذوي الإعاقة يعني الدراسات اللي راحت وحاولت إنه مثلا تشوف أو تقيس أو تقدر مقدار المشاركة الاجتماعية والطلاب ذوي الإعاقة معظمها تشر إلى أمرين مهمين يعني لقيت نتيجتين يعني تعتبر نوعا ما سلبية النتيجة الأولى وجدت أن الأطفال ذوي الإعاقة في الحقيقة لا يتمتعون بنفس المميزات الاجتماعية التي يتمتع بها أقرانهم دائما تكون المميزات أقل بكثير أو بعيدة عن المستوى التي يتمتع فيها الأقران أو الأشخاص الآخرين أيضا وجدت أصلا أن الأطفال ذوي الإعاقة غالبا مستهدفين في الاتجاهات السلبية علشان كذا هما ما يتمتعون لأنه دائما هما زي ما نقول الهدف أنه مثلا لو صار في تنمر لو صار في حاجة يعتبرون هما الهدف لأنه ممكن يعتبرون من الفئة خلينا نقول اللي فيها الخصائص يعني تعتبر أقل من الخصائص الآخرين أو الطلاب الآخرين طيب الحين نتكلم عن اتجاهات الأقران نحو طلاب ذوي الإعاقة ما يعني اتجاه أصلا اتجاه هي عبارة عن ميول ونزعات تؤثر على سلوكنا تجاه الأشياء أو الأشخاص يعني أنا إيش ميول اتجاه هذا الشيء هل هي ميول إيجابية أو ميول سلبية أحبها أو أكرهها مثلا طيب هذي الميول كيف تتكون كيف أنا مثلا أحب هذا الشخص أو ليش أنا أكره هذا الشخص طيب الميول هذه تتكون من ثلاث مراحل أيضا تبدأ بالمكون المعرفي معتقداتي ومعرفتي حول هذا الشيء أو هذا الشخص يعني إذا أنا عندي اعتقادات إيجابية أعرف أنه مثلا هذا الشخص عنده مهارات هذا الشخص يعتبر مثلا مشهور هذا الشخص الناس كلها تحبه عندي متقدات إيجابية له لتجاه هذا الشخص بالتالي راح يكون عندي عاطفة إيجابية راح أحبه مثلا راح أنبسط أني أشوفه إذا كان عندي عاطفة إيجابية راح يكون عندي مكون سلوكي إيجابي يعني مثلا لما أشوفه أبتسم له لما أشوفه أبي أتكلم معه فهذا يعتبر سلوك أو تصرف العكس تماما إذا كان عندي اعتقاد سلبي أو خاطئ اتجاه هذا الشخص مثلا أعرف أن هذا الشخص لا يمكن ينجح هذا الشخص ما يعرف يسوي أشياء معينة هذا الشخص يعتبر عنده حاجات سلبية أو خصائص سلبية بالتالي ممكن عاطفتي تكون سلبية لا لا أبغى أتكلم معه لا أبغى أجلس معه لا أبغى صالفويا بالتالي أيضا ما رح يكون في أي تصرف إيجابي اتجاهها مثلا رح أبتعد عنها لما أشوفها ما أجلس معه لما أحد مثلا أو معلمة تحطني كشريك معها أو يعني خلينا نقول مع بعض في نفس المهمة ما أبي أتسالف معها ما أبي أشارك معها ما أبغى أتكلم معها وحيانا بعض المعلمين يواجههم فعلا هذا الشيء تجيها الطالبة تقول لا أنا ما أبغى أتحطني معها في الطالبة ما أحبها ما أبغى أتكلم معها فهذا يعتبر جزء سلبي في المكون السلوكي ناتج عن جزء سلبي في المكون العاطفي ناتج عن مشكلة في المكون المعرفي في دراسة أجلية في المملكة أسألوا طلاب طلاب غير عن ما عندهم إعاقات عن رأيهم في وجود طالب ذوي إعاقة معاهم في الصف طيب فحابوا يشوفون هل هم متقبلين في وجود طالب معاهم ذوي إعاقة في الصف طبعا لقوا أنه المعظم كانوا متقبلين يعني ما عندهم أي مشكلة قالوا إلي بالعكس يعني نحب أن يكون طالب معا ذوي إعاقة في الصف وهذا من حقه وكذا يعني كان اتجاههم جدا إيجابي لكن وجدوا أنه في نسبة أيضا ومش بسيطة تعتبر إما أنهم يعني كانوا إيجاملون كان يقولون أنه أحيانا ممكن أتقبل أو أنهم حتى تعتبروا تماما يقولون لا ما نحب يكون معنا طفل أو طالب ذوي إعاقة في الصف الآن على الرغم من أنهم الكبرون أقل لكن شفتوا هذه الأقلية أو العلد البسيط هم هم اللي رح يسببون لكم مشكلة مرة كبيرة في الدمج أو في العملية التعليمية هم اللي رح يبدأون عمليات التنمر هم اللي رح يخلوا مثلا طلاب كلهم يأخذون نفس الاتجاه السلبي اتجاه الطلاب ذوي الإعاقة فحتى لو كان طالب أو اثنين ما عندي في الصف اتجاههم سلبي نحو هذا الطالب يعني مو معناته أنه ما رح يكون لهم در أو ما رح يكون لهم تأثير بالعكس ممكن يكون تأثيرهم جداً كبير وجداً قوي وجداً سلبي يعني حتى لو أتوقع أي أحد في نحاول يتذكر أيام المدرسة ممكن في طالب واحد بس خلاك تكره المدرسة أنك تروحها وتكره أنك تدخل الصف بسبب طالب واحد يعني مش ضروري لكل لكن واحد ممكن يسبب لك مشكلة كبيرة داخل الصف طبعاً المواقف السلبية هذه لها دور خطير في العملية التعليمية أو في الدمج مش بس من ناحية أنه طالب يتمتع بنفس المزايا الاجتماعية ويقول عندها صداقات لا يعني فيها مشاكل أكثر خطورة مثل زي ما قلنا تنمر تدهور حتى الأداء الأكاديمي التسرب من المدرسة طلاب كتير يرفضون يروح المدرسة أتعال بعدين تحاول أنك تقنع الطالب أو تساعدة أو أنك تخليه يحب المدرسة مرة ثانية يعني تخلي الطالب عندك ذوي إعاقة وكره أن يروح المدرسة بسبب بعض الطلاب اللي يتنمرون عليه يعني راح تواجه كولي أمور أو حتى يعني كمعلمين راح تواجه صعوبة أنك تخلي هذا الطالب يرجع مرة أخرى أن يحب المدرسة ويرجع مثلاً يتقبل أن يروح المدرسة عشان كذا لازم يعني نشتغل على اتجاهات الأقران ونحد منها ونكون جداً واعين تجاهها حتى قبل ما تحدث المشكلة طبعاً المشاركة الاجتماعية مفهوم جداً عميق ولا يمكن بلوغ مستوى الإدراك الاجتماعي اللي هو المرحلة الأخيرة من المشاركة الاجتماعية إلا إذا توفر زي ما قلنا القبول من قبل الأقران ولهذا وجب العمل على تحسين تجاهات الأقران نحو زملائهم ذوي الإعاقة الحين بس أعطيكم اختصار للكلام اللي قلنا قبل احنا قاعدين نتكلم عن المشاركة الاجتماعية وأهميتها في الدمج أو للدمج كجوهر أساسي في الدمج لأن المشاركة الاجتماعية عشان يتحقق الإدراك الاجتماعي نحتاج أول شي قبول ثم تفاعل ثم صداقات ثم إدراك اجتماعي ذكرنا أيضا أن القبول نفسه عشان أنا أكون عندي قبول تجاه شخص معين أو طالب معين يبدأ بمكون معرفي أنا لازم أعرف هذا الشخص لازم تكون اعتقاداتي تجاه هذا الشخص سليمة وصحيحة أو معرفة كافية أعرف عنها بشكل كافي بالتالي ممكن إذا كان عندي معرفة سليمة وصحيحة راح تبدأ تكون عندي مكون عاطفي إيجابي بالتالي مكون سلوكي إيجابي بالتالي أصبح هناك في قبول الآن نتكلم عن أفكار عملية لتحسين اتجاهات أقران نحو الأشخاص ذوي الإعاقة في دراسة قاموا ذهب جماعة من الباحثين وجدوا أن طبعا يكون لدى الأقران اتجاهات إيجابية أكثر نحو الطلاب ذوي الإعاقة يعني مثل الشخص أو الطالب أو أي أحد يكون عنده اتجاه إيجابي أكثر نحو الطلاب ذوي الإعاقة لما تكون عنده معرفة وفهم كافي المعرفة هذه إذا تذكرون الحين المكون الأول للقبول فإذا كان في معرفة وفهم كافي طبيعة الإعاقة راح يكون فيه اتجاه إيجابي سليم وحتى ذكروا أنه كلما كان فيه تجارب شخصية يعني مثلا أنا الأشخاص اللي عندهم تجارب مع أشخاص ذوي إعاقة مثلا قالوا أي أعرف ذوي أشخاص ذوي إعاقة مثلا واحد يقرب لي عندها إعاقة أو سبق مثلا أنه رحت مدرسة وشفت طلاب ذوي إعاقة فكلما كان عندك أساسا احتكاك وتجارب مع ذوي إعاقة تكون عندك المعرفة والفهم تكون عندك الاتجاه الإيجابي لذلك إحنا ما زلنا محتاجين للدمج مش معناته أنه مثلا إحنا خايفين من هذه المرحلة أو من التنمر أو من اتجاهات السلبية إذن نبتعد عن الدمج لا لأن لأن الاحتكاك والتجربة تعتبر من أهم أهم الاستراتيجيات في تحسين المعرفة وبالتالي تحسين القبول الأقران عنصر قوة في الدمج ذكرت هذا يمكن في المقدمة بشكل عام مش بس للأطفال ذوي الإعاقة للجميع وجود الأقران يساعدنا والأصدقاء مهمين جدا في حياتنا خصوصا في حياتنا الدراسية يعني كثير ساعدونا كثير وقفوا معانا علمونا كثير أحيانا طلاب ما يفهمون حتى من المعلم لكن يفهمون أكثر من زملائهم فوجودهم يعتبر قوة في العملية التعليمية ولذلك يعني أطفالنا هم مستقبلنا يعني ممكن لما قدنا نقول قبل يعني إحنا نشأنا وكبرنا ما عندنا معرفة بالأشخاص ذوي الإعاقة يعني أنا مثلا شخصيا ما عرفت أساسا مصطلحات توحد وترازمة داون مدري إيش إلا لما صرت في الجامعة يعني يعتبر شيء متأخر كثير خلانا نطمح أنه أطفالنا يعني يعني يعرفون هذه الأشياء أو يعرفون الإعاقات فتا من قبل هذا المستوى قدرهم بيصرون كبار يعني من البداية نحاول أن نحن نعلمهم ونفهمهم وهذا رح يكون يعني جزء كبير مننا دورة رح يكون في الدمج كل ما صار في دمج أكثر الطلاب أو الأطفال أو الآخرين صاروا عندهم يعني معرفة أكثر بالإعاقة طبعا دور الأطفال دور مهم والأقران دور زي حنا الكلام حين كله عن الأقران لكن هذا لا يعفي دور المعلمين وغيرهم من البالغين سواء كان ولي أمر أو مدير أو أخصائي الأطفال الحالهم أحيانا ما يعرفون يعني يحتاجون دليل يحتاجون مرشد يحتاجون تشجيع من الأشخاص البالغين وكثير كثير من الدراسات يعني منها اللي ذكرتها في البداية أنه وجدت أن المعلمين دورهم شوي ضعيف في تعزيز اتجاهات الأقران يعني ما يدخلون كثير خلينا نقول بس ركزون على الجانب الأكاديمي فما يهتمون كثير مثلا بالتنمر أو إذا كان عندهم طفل أو طالب في الصف ما عنده صداقات أو عنده مشاكل اجتماعية دورهم شوي خلينا نقول مو واضح فنحتاج نحتاجهم يعني معانا في عملية الدمج وشجعون وساعدون باللي بدون عليه لأن بدونهم ما راح تتحقق هذه الهدف أو الجوهر الأساسي من الدمج وخصوصا الأفكار اللي حذكرها الحين للأمانة هي تطبق أكثر من قبل المعلمين يعني إذا ما طبقتها أنت كمعلم من راح تطبقها ما راح حد يسويها فحنا نحتاجها الحين دورك بشكل مرة كبير طيب الحين كيف نحسن من معرفة الأقران بطبيعة الإعاقة ولاحظوا أنا ذكرت نحسن من معرفة وليس القبول لأن القبول يتكون من معرف وبعاطفة وسلوك فهنا نتكلم فقط على المكون الأول من القبول وهو المعرفة كيف أخلي هؤلاء الطلاب فيه طلاب كثير ما عمرهم اسمعوا بالإعاقات ما عمرهم ما يعرف ايش يعني توحد ايش متلازم الدان ولا عمره شاف طلاب ذوي توحد او طلاب عندهم متلازمة دان فكيف احنا نحاول نحسن من معرفتهم لهذه الإعاقة طيب فيه ثلاث خطوات هي أول شي نبدأ بالخطوة الأولى اسمها تجربة الإعاقة ثانيا عرض شخصيات ناجحة وثالثا اختبارات معرفية طبعا هذه الخطة او هذا المنهج او هذه الطريقة للأمان هي اجتهاد شخصي مني يعني هي مش منهج شخص معين او احد قال ان نحن نستخدم هذه المناهج الثلاثة مع بعض لكن يعني لما كنت اقرأ كثير في مثلا بعض الاستراتيجيات والأفكار وكذا فلقيت استراتيجيات كثيرة واساليب كثيرة حاولت اني اقسمها وافصل ما بينها فوضعتها في هذه الثلاث الفئات دائما بالنسبة لي افضل ان نحن نبدأ بالموضوع التجربة اني انا اخلي الطالب يحس بالاعاقة نفسها عشان يفهمها لازم على الاقل شوي يجربها و اكون صادقة معاكم انا متخصصة يعني في التربية الخاصة لكن حتى معك انت خصص والدراسة وكذا صحيح عندي اتجاه ايجابي جدا نحو الاشخاص والاعاقة وطالب بحقوقهم وانا معاهم لكن كنت احس دائما انه هذا دوري وانا لازم اسوي هذا الشي طبيعي هذا يعني جزء من تخصصي لكن لما جربت هذا كان متأخر شوي جربت بعض الاستراتيجيات او جربت بعض التجارب انه انا اشعر بالاعاقة هذه النظرة او الشعور صار مختلف صار مش بس انه احس انه هذا واجبي صرت لا صرت احس انه انا افهم الحين صرت اعرف ليش يعني كيف يحس طالب ذوي التوحد كيف يحس طالب عنده متلازمة داون صرت افهم طبيعة هذه الاعاقة صار شي مختلف تماما يعني النظرة او الشعور اصبح شي مختلف الاحساس بالعجز يعني حتى وان كان غير حقيقي يخليك تنظر المنظوع من زوايا اخرى تفهمها بشكل افضل ويعزز اكثر من معرفتك بهذه المشكلة طيب احين رح نستعرض مجموعة من الاستراتيجيات اللي تساعد الاخرين طلاب او حتى كبار انا طبقت هذه الاستراتيجيات للامانة مع طالباتي حتى بالجامعة وكانت جدا نافعة واثنوا عليها والله العظيم بشكل مرة كبير شوفت اثرها عليهم كيف اثرت فيهم فهذه الاستراتيجية ممكن اي احد يعيشها وجربها رح نستعرض مجموعة من الاعاقات وكيف ان احنا نجرب كل اعاقة او نحاول ان احنا نعيش تجربة كل اعاقة اول استراتيجية للامانة هي استراتيجية جدا عامة ليست عن اعاقة معينة لكنها مبدأ عظيم ومبدأ مرة مهم مبدأ الاختلاف الاختلاف ليس عيبا خاصة الطلاب الصغار اذا شافوا احد مختلف عنهم لا هذا شكله مو نفس شكلنا هذا يلبس مو نفس لبسنا هذا لونة غير لونة ينفرون مننا لا هذا لونة كذا هذا شكله كذا هذا طوله كذا فينفرون من الاختلاف يعتبرون ان الاختلاف هذا عيب او انه شي يعني مو كويس فكيف انا اساعد يعني أفهم طلابي أن الاختلاف موحيب. أحياناً الاختلاف ممكن يكون بالعكس ميزة. الاختلاف أحياناً يكون حاجة كويسة جداً أو حتى ما له معنى مجرد اختلاف تفضيلات أو اختلاف لأننا ممكن لنا نفس بعض كيف أعطيهم هذا الانطباع وكيف أفهمهم هذا الشيء استراتيجية جداً سهلة. لا تحتاج لأجهزة ولا أدوات ولا حاجة. تحتاج فقط قلم وسبورة. حتى ممكن أنت كمعلم تنفذها في حصة انتظار. دخلت حصة انتظار ما عندك شيء. تسويها مع الطلاب. إيش راح تسوي؟ ترسم على السبورة مثلاً ثلاث وجوه أو مثلاً حتى خلينا نقول ممكن حتى بس وجه حزين ووجه فرحان. طيب. وتقول حق الطلاب أنا حيب أقول لكم بعض الأشياء إذا كنت تحب هذا الشيء روح للوجه السعيد إذا كنت لا ما تحبه روح للوجه الحزين. وهذا تعتبر مثلاً لعبة. هت راح يبصطوني يعني فيها. فأبدأ أقول لهم بعض الأمور مثلاً إيش؟ مثلاً هل تعرف تسبح؟ إذا تعرف تسبح روح للوجه السعيد. ما تعرف تسبح روح للوجه الحزين مثلاً. أو مثلاً قل لهم مثلاً بعض الأطعيم مثلاً تفاح أو بيض أو سمك أو كاتشف أو أي حاجة. يعني هوايات مهارات يعني نوع في الأمور. وشوفهم راح تشوفوا الطلاب يروحون يمين ويروحون يسار. يروحون يمين ويروحون يسار. أحياناً بتشوف طلاب تعرف أنهم أصدقاء. يعني يحبون بعض جلسين مع بعض. لكن بتشوف أحياناً بواحد منهم راح يمين وواحد منهم راح يسار. وركز على هذه الأشياء الاختلافات عشان تبين لهم بعدين أنه تشوف مع أنكم أنتوا أصدقاء لكن أفلان يحب هذا الأكل وإنت ما تحبه. لكن هل ما نعات أنه ما نصر صديقك أو ما تحب أنه يكون صديقك لأنه ما يحب نفس الأكل اللي تحبه؟ بيقول لك طبعاً لا. هو لسه صديقي. هنا نبدأ يعني تفتح نقاش معهم. يعني خلهم يسألون ويتكلمون عن الموضوع. هل عادي أن أنت مثلاً تحب حاجة وصديقك ما يحبها؟ هل هذا راح يأثر على علاقتكم مع بعض؟ طيب لو كان هو عنده مثلاً ما يقدر يسمع وأنت يقدر تسمع. أبدأ تكلم عن الاختلافات الثانية تتعلق بالإعاقات في الحواس بالشكل الخارجي بالدراسة. مثلاً أنت مرة شاطر تفهم في الرياضيات. بس صديقك ما يعرف الرياضيات. هل راح يأثر على صداقتكم؟ فأبدأ تكلم عن الاختلاف. وأنه هذا مو عيب. هو ما زال صديقي وما زال يعني أطلع معه أو أحبه معه أن نحن ليس لسنا متشابهين. طيب. الاستراتيجية الثانية نحن نتكلم عن الإعاقات وبما أن نحن نتكلم عن التوحد فخيرا نركز على التوحد كإعاقة نمائية طبعاً نحن نعرف أن التوحد من أكثر الإعاقات اللي الحين فيها دمج كثير نجد في المدارس بدأ يعني دمج إعاقة التوحد في الصف العادي فممكن نجد كثير من المدارس فيها طلاب لديهم توحد التوحد طبعاً إعاقة شوي معقدة مثل ما نعرف لها أعراض معينة أو مختلفة وميزة حتى فكثير من الأشخاص ما يعرفون يعني طبيعة هذه الإعاقة ما يعرفون ليه بعض أطفال عندهم توحد يتصرفون ببعض التصرفات مثل إيش مثل مثلاً أنهم يضعون يدهم على إذنهم بعض الأحيان مثل ما نشوف هنا في هذه الصورة ليه مثلاً أحياناً يصرخون بدون أي سبب أو مهراً فجأة يتشوفون يصرخون ليه مثلاً يحبون أحياناً يكونون في ينعززون أو يروحون في مكان بعيد في الصف فجأة أو ينتقلون هذه الأشياء بالنسبة لهم غريبة وخصوصاً أن أطفال ذات التوحد عنده بعض مشكلة في التعبير ما رح يقول لك مثلاً ليش لاد أصرخ أو ليش قاعد الحين حاط يدي على إذني أو ليش رايح جالس بعيد ممكن ما يقدر يعبر وهذا يخلي شيء أصعب أكثر سواء للأقران أو للمعلم أنهم يفهمون المشاعر اللي قاعد فيها يحسها الطفل التوحد من أكثر قلنا نقول الأعراض أو الخصائص عند أطفال التوحدين اللي هي استجابتهم للمثيرات الحسية في كثير أطفال عندهم توحد يستجيبون المثيرات الحسية بدرجة أعلى بكثير من أقرانهم مثلاً إيش؟ يعني مثلاً أنت حين تتكلم بدرجة صوت معينة طيب إحنا نسمعها بنفس هذه الدرجة بدرجة معينة لكن الطفل التوحد يسمعها حاقي نقول أربع أو خمس أضعاف فكأنه يسمعك قاعد تصرخ مع أنك تتكلم ممكن أنت تتكلم بدرجة معينة طبيعية لكن هو بالنسبة له درجة جداً عالية بعض المثيرات الحسية بعد مثلاً اللمبات أو مثلاً إضاءات معينة إحنا نشوفها بالنسبة لنا طبيعية وبالعكس مثلاً الخروج للشمس صحيح يحياناً الشمس تكون مؤذية يعني خاصة شمسنا لكن ما زلنا يعني عادي نوعاً ما يعني ما تسبب لنا مشكلة كبيرة يعني نقدر أن نحن عادي يعني نحيف معاها لكن بالنسبة لأحياناً البعض أشخاص تواحدين نفس المثير هذا البصري يصل بدرجة مرة عالية فتخيل نفس الشمس هذه خمس أضعاف مثلاً نحس فيها أو هذا الصوت يسمع خمس أضعاف اللي أنت تسمعها فهذا الشيء يعني صعب أنك أنت تفهمها أو تستوعبها وفي نفس الوقت طبيعة الصف الدراسي اللي يعيش فيها الطالب التوحدي طبيعة الصف الدراسي يعني أساساً يعني خلنا نقول صف مليء بالمثيرات الحسية أساساً لو دخلت حنا يعني حتى ما عندنا أي أعراب ممكن تواحد أو خصائص تواحد لكن لو دخلنا على صف تدائي أول أو ثاني والله ما تقدر يعني أنك تجلس فيه حتى خمس دقائق كمية مثيرات حسية كثيرة اللي يصرخ واللي يتكلم صوت عالي واللي يقرأ واللي مشغل حاجة مثلاً إذا كان عنده جهاز أو شيء واللي يكتب حتى أصوات الإقلام يعني فيه أصوات كثيرة فتخيل أنه هذه الأصوات دبل 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 على الطفل اللي عنده تواحد داخل الصف فشيء طبيعي رح يصرخ أحياناً لأنه منزعج أو رح يضع يده على إذنه لأنه منزعج أو أنه رح يبتعد لأنه منزعج فالمثيرات هذه كثير عليه يعني كثير عليه قاعد يحس فيها طيب كيف نساعد الأطفال أو الطلاب في الصف أنهم يفهمون هذا الشيء التجربة هذه تأخذ خمس مثلاً ممكن تقسم نفسهم الطلاب إلى مجموعات طيب كل مجموعة خمس طلاب أو ممكن تأخذ بس مجموعة واحدة وتطبق عليها أني مو ضروري أن الكل يعيش التجربة ممكن مجموعة واحدة تمسك خمس طلاب طيب كل واحد تعطيه رقم رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الطالب رقم واحد هو الطالب اللي عنده توحد تمام الطالب رقم اثنين أطلب منه أنه يجلس يعني يضرب على كتفة كأنه قاعد يضرب على كتفة كأنه يبغي نادي أو يبغي يقول له شيء يضرب على كتفة طول التجربة والطفل الثاني رقم اثنين أو الطالب الثاني رقم عفوا ثلاثة أطلب منه يقرأ كتاب بصوت عالي يبقى قاعد يقرأ كتاب كأنه بصوت عالي وكلهم جنب بعض الحين تمام والطالب رقم أربعة أطلب منه أنه كان قاعد يمسك ورقة وقاعد يعني يفرقها أو قاعد يقلب صفحات يطلع صوت بالكتاب طول بشكل مستمر طول وقت التجربة واحد قاعد يربط على كتفة أو يضرب على كتفة واحد قاعد يقرب صوت مرة عالي واحد جالس يفرق ورقة جنب قريب من إذنه بشكل مستمر والطالب رقم خمسة أطلب منه يقرأ كتاب بس بصوت عادي يعني بصوت صوت طبيعي كان يقرأ عادي الآن إيش هو التحدي؟ التحدي أنه الطالب هذا رقم واحد المصاب بالتواحد أو اللي عنده توحد لازم يحاول أنه يفهم ويستوعب إيش اللي قاعد يقولها الطالب رقم خمسة؟ طيب وقلهم يلا تحددك تفهم إيش كان قاعد يتكلم عنا أو إيش الكتاب اللي كان يقرأ عنا أو إيش المعلومات اللي قالها وخلهم يعيشونها لمدة دقيقتين أو دقيقة واحدة بعد كده أسألة هل قدرت تفهم شي؟ مليون بالمئة بيقول لك لا أساسا يعني أنا لما تجربتها مع طالباتي بالجامعة إنه في واحدة من الطالبات قالت لي والله العظيم كنت أنتظر بس متى تخلص التجربة فعلاً فعلاً على الصبت وتنرفست يعني مرة أثر على بشكل سرد مع أنها تجربة مع أنها لعبة يعني مو شي حقيقي ومع ذلك على الصبت فكيف نفس الشخص اللي يعيش هذه التجربة يعني الآن هذه التجربة للأمانة هي ممكن تعتبر أو تقول أنها مبالغة شوي فيها هي مش مبالغ أنا زي ما قلنا الطفل دوي التواحد تصدها المثالات بشكل أضعاف فهو كيف رح يقدر يتعلم كيف رح يقدر يستوعب في مكان مليء بهذه المثيرات أو هذا الإزعاج فالمدة التي تتكلم مع الطلاب أنه ضروري نحافظ على مستوى معين من الهدوء أو على الأقل نتفهم أحين أنتوا شفتوا التجربة عشتوها حاستوا بالإزعاج حاستوا أنه أنت ما تقدر تفهم ما تقدر تستوعب أنه أنت ما تقدر تتعلم أنه أنت حاست أنك أنت كأنك شوي عصبت لأنه في أحد قاعد يصرخ أو قاعد يزعجك فنفس الشيء زميلك اللي عنده تواحد لما يكون معنا بالصفل ويسمعكم تصرخون تسوون إزعاج أو لما أنا أحيانا أتكلم كمعلم وأصرخ عشان أوصل لكم الكلام ممكن ينزعج عشان كده يحط يدي على إذنى أو عشان كده يروح مثلا يصرخ فلا تستغرب لما يقوم بهذه الأمور أو هذه السلوكيات لأنه ممكن منزعج جدا أيضا رح نتكلم عن إعاقات أخرى الإعاقة السامعية أيضا من الإعاقات اللي نلاقيها كثير في مدارسنا أو خاصة الطلاب اللي عندهم ضعف سامع أو بقايا سامعية ويلبسون السماعة رح تشوفهم كثير عندنا بالصف الدراسي ومع ذلك رح تشوفون أيضا أنه عندهم صدقات جدا قليلة لأن الطلاب ما يدرون يتكلمون معهم ما يدرون يصالفون معهم ما يفهمون أشي يقولون ولا يعرفون طبعا لغة الإشارة فما يعرفون كيف يتواصلون معهم هذا يأثر على الحياة الاجتماعية للطلاب ذو الإعاقة السامعية تخيل أنت تدخل الصف لين تتخرج لين تطلع من المدرسة ما عندك أصدقاء ما عندك أحد تعرف أو تتكلم معاه بعد المدرسة حاجة جدا طبعا مؤلمة للجميع نفتخرك بصداقاتنا خصوصا لما يكون عندنا صداقات من زمان أو مستمرة معنا نفخر فيها فعدم وجود صداقات هذا شيء جدا يعني يأثر سلبي علينا طيب الإعاقة السامعية كيف أنا أخلي الطلاب يفهمون طبيعة هذه الإعاقة أقابل سمو الطلاب أيضا مجموعات صغيرة أطلب من طالب واحد فقط في المجموعة أنه يقول عدد من الجمل أو ممكن يكون معا كتاب يقرأ عدد من الجمل فقط يحرك الشفاه بدون ما يتكلم والتحدي أن الطلاب الآخرين يحاولون يعني يقرؤون الشفاه يحاولون يفهمون إيش قاعد يقول الطالب أثناء هذه التجربة فبعدها نسألهم توقعون إيش كان يقول أو إيش كانت قاعد تقول أو مين اللي قدر يخمن أو يعرف من إيش الكلام اللي كان قاعد يقول له زميلكم هنا راح تشوف مجموعة كبيرة بعضهم يعرفون بعضهم ما يعرفون راح تفهمهم عن أهمية قراءة الشفاه أنه الطلاب ذوي الإعاقة السمعية يعتمدون كثير على قراءة الشفاه فيتواصلون معاكم يقدرون يتواصلون معاكم إذا قدرتوا تتكلمون ببطء لو تكلمت معاه وأنت تطالع في وجهه وتكلمت ببطء ممكن يفهم الكلام اللي أنت تقوله ويستوعبه بالتالي يبدأ يتحسن التواصل بينك وبينه طيب أنا أعتقد أنه باقي عندي الحين سبع دقائق راح إن شاء الله أحاول أعجل صعوبات التعلم صعوبات التعلم أيضاً يعني أحد من خلونا نقول من هي مو إعاقة لكن من الحالات اللي كثير من تشرح مدارسنا ممكن تلاقي في كل فصف صف دراسي طالب عندها صعوبات التعلم وأمر مؤسف أن كثير من الطلاب ما يفهمون يعني إيش صعوبات التعلم ولا يعرفون ليش طالب يروح قربة مصادر ولا يعرفون هو مثلاً ليش يحتاج قربة مصادر فما يفهمون طبيعة المشكلة الحين لما نجينا نتكلم عن صعوبات التعلم الطلاب اللي عندهم صعوبات التعلم غالباً عندهم يعني عادي يعني هما يتعلمون بشكل عادي وذكاؤهم عادي مثل الطلاب الآخرين المشكلة قد تكون فقط في طريقة استقبال الدماغ للمعلومات أو عفوا طريقة استجابت حتى للمعلومات فالطفل لما تجيه المعلومات يعرف أنه مثلا رقم ثلاثة أكتب بهذه الطريقة أو حرف عين أكتب بهذه الطريقة لكن لما يجي يستجيب ويكتب يلقاه يعكس أو يغلط فيه على الرغم من معرفته لا وكأنه يصارع كأنه يتصارع مع الدماغ كأن الدماغ يبغى يسوي شيء وهو لا يبغى يسوي الشيء العكس فكأنه فيه صراع فكيف نفهم طلاب هذه المشكلة يعني استراتيجية مرة سهلة ممكن تضع لهم هذه الصفحة نفس كذا ألوان لكن لاحظ مكتوبها بالعكس يعني مثلا هنا عندي المكتوب أحمر لكن اللون أصفر فأطلب من طالب مثلا أن يجرب هذا التحدي ورح يكون صعب عليه رح يقرأ اللون وليس المكتوب يعني رح يقول هنا أصفر أزرق أحمر رح يقرأ اللون وليس المكتوب رح يلاقي فيها صعوبة وحتى لو قدر أنه يسويها رح تقولها حتى لو قدرت ما قدرت تسويها بسرعة يعني قريت أن أتأخذ وقت أو كنت بطيء فهذه هي المشكلة نفسها اللي يعني من هالطلاب أو بعض طلاب ذوي صعب التعلم أنه هم يعرفون أنت عرف أن هذا مكتوب أن هذا اللون خلينا نقول أحمر أصفر لكن لأنك قريتها أحمر فقريتها غلط كأنك قاعدت تتصارع مع نفسك أنا لا أفهمك الإعاقة العقلية غالبا تتمثل في أنهم يتعلمون بشكل أبطأ من الآخرين أو يحتاجون يعني يعني خلنا نقول تعليمات معينة أو طرق تدريس معينة ممكن مختلفة عن طرق تتعلم بها طلاب الآخرين لأن استيعابهم يمكن يكون أبطأ أو يفهمون بشكل أبطأ طيب كيف نفهم الطلاب مشكلة الإعاقة العقلية أحضر طالبين إلى السبورة ولا حد ترى كشو في كل الإسعارات التي تستخدمها وقالنا نتكلم عنها ما فيها أي وسائل ترى هي فقط يعني حتى لو أنت مش مستعد ومش محضر فقط معرفتك بها في أي وقت ممكن تطبقها أحضر طالبين إلى السبورة أعطي أحدهم ورقة بها رسمة معقدة مثل الرسمة اللي عندنا هنا نوعا ما معقدة هل تقدر أنت تشرحها بالرسمة الأحد بيكون فيه صعوبة طيب إيش المطلوب الآن أو إيش الفكرة الطالب الأول عنده الورقة اللي فيها هذه الرسمة الطالب الثاني قف العينة أو يعني ربط عينة بحيث أنه ما يعرف إيش هذه الرسمة الطالب الأول اللي عنده الرسمة المفروض أنه يشرح الرسمة هذه للطالب الثاني والثاني يحاول يرسمها فيعطيه تعليمات يحن يلا روح فوق حط خط انزل يمين انزل يسار فيحاول أنه يخليه ينفد نفس الرسمة طبعا بعد التجربة بتشوف أنه الرسمة تماماً مختلفة عن الرسمة الموجودة في الورقة غالباً تبدأ تتكلم معهم إيش كانت المشكلة ليه أنت ما قدرت تسوي نفس الرسمة فهو بيقول لك لأنه فلان ما أعطني تعليمات صحيحة لأنه هو ما أعلم لكيف أسوي بشكل صحيح فهنا نبدأ أن نفهمهم أنه أحياناً الطلاب ذوي الإعاقة العقلية بالذات ممكن ما يعرفون يسوون تجربة معينة أو ما يعرفون يحلون سؤال معين لأن التعليمات مش واضحة بالنسبة لهم لأنه إحنا ليس قاعدين نشرح لهم كيف يسوونها طريقة صحيحة لأنه لازم نعلمهم طريقة ثانية لأنهم يتعلمون طريقة ثانية لأنهم يعرفون كيف يسوونها فليس ضرورة تكون المشكلة فقط عندهم ممكن حتى حنا نحتاج أن نساعدهم أو بشكل بسيط لأن الرسمة مرة معقدة لأن هذا الشيء مرة معقد بالنسبة لهم لأنه لا يستطيعون أنهم يسوونها لأنه لم يكن شيء بسيط طبعاً مع الكلام والنقاش طبعاً دائماً في كل استراتيجة تستخدمها لازم تفتح نقاش وتخلي نقاش مفتوح مع الطلاب يعبرون عن آراءهم يعبرون عن أفكارهم هذا الرسالي صح أنا عصب أنا ما عرفت مو أنا لغلطان مو أنا كذا فهذا كله يساعد في أنه يبني المعرفة اتجاه هذه الإعاقة طيب هذه أحين المرحلة الأولى من مراحل تحسين معرفة الأشخاص أو الأقران نحو الإعاقة أنا أخليه يعيش التجربة على حسب طبعاً الإعاقة اللي عندي إذا عندي طالب في الصف رح يكون عنده توحد إذن أسوي تجارب فقط عن التوحد إذا عندي طالب أو حتى لو ما عندي أينه من الإعاقة رح يكون والله شيء جداً رائع يوحنا بدأنا من الحين نحن ننشر الوعي عن جميع الإعاقات يعني أنا دخلت في الصف تعرفون مثلاً متازمة داون تعرفون إيش يعني توحد وأطبق معاهم هذا الاستراتيجيات رح تكون نافعة لهم للمستقبل المرحلة الثانية الحين بعد ما عشنا التجربة خلينا نعرف بهم شخصيات ناجحة في نفس الإعاقة اللي رح نتكلم عنها أو اللي رح تكون معانا في الصف الأقران يكون أحيانا عندهم أفكار خاطئة أو توقعات متدنية نحو الأشخاص داون الإعاقة مثلاً الأشخاص داون الإعاقة أو التوحد ما يعرفون أو ما يدرسون أو ما عندهم مواهب أو ما عندهم مهارات أو ما عندهم أصدقاء فعندهم اتجاهات سلبية تتمحور حول أفكار خاطئة فضروري أن نعرض لهم شخصيات ناجحة عندها نفس الإعاقة مثلاً إيش؟ ممكن نعرض لهم هذه الصورة ممكن كثير منكم يعرف هذا الشخص جداً مشهور لكن ممكن الطلاب الصغر ما يعرفون يعني مين ممكن أقول لهم تعرفون من هذا الشخص في الصورة في أحد يعرفه في أحد يعرف اسمه طيب تتوقعون هلو عندهم إعاقة طبعاً بيشوفهم من الصورة بيقولون إي عندها إعاقة واضح طيب هل بتوقعون أن هذا الشخص عنده عمل أو أنه ممكن يكون ناجح أو عنده موهبة ممكن يقولون لك لا مستحيل بعد كذا أعرض لهم الحقيقة هذا الشخص اسمه راكان هذا الشخص موهوب جداً في الرسم شفتوا هذه الرسمة اللي جنبه صورة الأمير سلمان هذا هو اللي رسمها هل أنت تقدر تسوي هذا الرسمة؟ أي أحد منكم يقدر يسوي هذا الرسمة؟ كلهم يقولون لا مستحيل كشوفوا كيف هو موهوب على الرغم من وجود الإعاقة وعنده عمل وعنده معرض وتقدر أنك تطلب منه أي رسمة يرسمها لك ويبيع لوحاتها وهذا مصدر رزقة فهنا راح ممكن يكون مندهشين جداً مثلاً إذا كنت تبيت تسوي توعية عن مثلاً متلازمة دا ممكن تسألهم بعد تعرفوا من هذا الشخص هل تتوقع أنه عنده إعاقة؟ هل تعتقد أنه هذا الشخص ممكن عنده فريق شجعة أو عنده اهتمامات؟ هل عنده عمل؟ طيب بعدين أعرض لهم الواقع اسمه إبراهيم هو لديه متلازمة دا لكن عنده اهتمامات هذا مش معلت أنه عنده متلازمة دا وأنه ما عنده اهتمامات مثلنا هو يشجع فريق الهلال مثلاً هو يعمل في مطعم ويشتغل وهذا مصدر رزقة أيضاً فهنا يبدو أو يعني إذن الطلاب ذوي الإعاقة هم مثلهم مثلنا عندهم اهتمامات ويشتغلون وعندهم حياة يعيشونها مثلنا بالضبط طبعاً ممكن معاً الشخصيات كثيراً أنا أحبط هنا فقط من باب المثال فأنت ممكن تحط إذا عندك مثلاً دمج إعاقة سمعية أو دمج توحد تحط شخصية عندها نفس هذه الإعاقة وممكن مجموعة من الشخصيات حتى مش بس شخصية واحدة وتتكلم مع الطلاب عن هذه الشخصية المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة الاختبارات المعرفية طبعاً أنه أنا ما قصد هنا اقتبارات معرفية أن تسألهم صح أو خطأ أو جاوب أو مثلاً عرف ما هي متلازمة داون أو ما هي قصاص متلازمة داون لا طبعاً أنا قصدي هنا أنه أحياناً حتى لما مثلاً تكون أنت عملت تجربة عن الإعاقة وخليتهم يعيشونها وشوفون إيش هي طبيعة الإعاقة وعرفت لهم شخصيات ناجحة وكيف أن هذا الشخص عنده إعاقة وناجح برضو ممكن لبعض الطلاب لسه عندهم مفاهيم خاطئة أو لسه عندهم يعني معرفة خاطئة نحو هذه الإعاقة فأنت تحتاج أنك تعمل هذه الاختبارات في الألعاب تتعرف من الطلاب اللي لسه ما استوعبوا أو ما فهموا أو لسه عندهم يعني اتجاهات سلبية أو معارف خاطئة تجاه هذه الإعاقة مثلاً طبق هذه اللعبة أتفق أو لا أتفق أطلب من الطلاب الوقوف على السبورة طيب وقل لهم أنا بقول لكم مجموعة من الأشياء أو مجموعة من الجمل تمام؟ وإذا أنت تتفق مع هذه الفكرة روح يمين وإذا ما تتتفق روح يسار وإنت تشوف الأشخاص اللي روحون يسار مثلاً خاصة دي كانت أشياء سلبية اللي روحون يسار معاك أن هذا الشخص لسه عنده اتجاهات سلبية أو معرفة سلبية اتجاه الإعاقة فضرور تحط عينك عليه طول الدراسة لأنه هذا الشخص ممكن هو اللي يعني يعني يكون سبب في التنمر وغيره حق مجموعة من الجمل يعني على سبيل المثال ممكن تسألهم هل الأشخاص دي والإعاقة هم أشخاص مثل أي شخص آخر يعني يقدرون يدرسهم في المدرسة ويقدرون يكون عندهم وظيفة ويقدرون يتزوجون من اللي يتفق يروح يمين ومن اللي ما يتفق يروح يسار وشوف ممكن أيضاً تقول هل تعتقد أن الأشخاص دي والإعاقة ممكن يحققوا النجاح يكون عندهم مواهب وعندهم مهارات معينة شوف من اللي يروح يسار ممكن تقول أيضاً هل تعتقد أن الأشخاص دي والإعاقة لا يتم معاملتهم بشكل عادل ولطيف وركز على اللي يروحون يسار أو عفواً ركز على اللي ركز على الروح يمين أو مثلاً فقط يعني تعرف على آراءهم عن هذا الشيء أو عن هذا الموضوع وغيره ممكن أن تحط أي حاجة تتعلق بإعاقة معينة ممكن تقول هل تعتقد أن الأشخاص دي والمتلازمة داون يستطيعون الدراسة أو هل تعتقد أن الأشخاص دي والتوحد مثلاً لديهم أصدقاء أو يمكن أن يكونون أصدقاء فشوف إيش نظرتهم عن هذه الإعاقة هذا تعتبر أنها اختبار لهم بشكل غير مقصود اختبار ثاني على شكل لعبة هذه عندنا لبث البزل نفس هذه شفتوها هنا نفس النموذج هذا ممكن يأخذ المعلم ويقصصها إيش الفكرة فيه؟ في بعض الأفكار هنا مكررة تمام؟ هنا إيجابية هنا سلبية الهدف هنا أنا أضغطي أعرف الطالب هل يختار جملة سلبية أو إيجابية فأنت تقول لا تركب البزل لكن في بعض الأشياء ممكن تستبعدها في بعض الصور مكررة اختار واحدة منها إذا كانت مكررة نفس القطعة مكررة اختار واحدة من القطعة فمثلاً هنا نورة لديها مترازمة دان وتدرس في الصفة الخامس ولديها أصدقاء ويلعبون معها ويساعدونها في فهم الدروس وحل واجباتها في بعض الطلاب ممكن يقولون لك نورة منغولية وهذا طبعاً مصطلح سلبي وغير مقبول أبداً عندنا أو في فضلنا الطالب ما يقول هذا الكلمة والأسل ترى في أشخاص كثير ما زالوا يستخدمون هذه الكلمة ممكن يقول لك هنا يختار ليس لديها أصدقاء لا تذهب إلى المدرسة فأنت تشوف مثلاً تقول ليس تعتقد أنها لا تذهب ليه اخترت لا تذهب ليه اخترت تدرس في الصف الخامس أو ليه اخترت تلعب لي وحدها وما عندها أصدقاء فأنت تشوف طبيعة أو فهمهم للموضوع بازل الثاني نفس الفكرة عن الإعاقة السمعية ممكن يقول لديه إعاقة سمعية أو أصم يتكلم لغة الإشارة لا يتكلم ممكن يعتقد أنه أبداً لا يتكلم لو عندك إعاقة مثلاً بصرية شجع الطلاب أنهم مثلاً من خلال لعبة منها بيتعلم يكتب اسمها بلغة البرايل البرايل لغة مثلاً مميزة مختلفة فقط الطلاب والإعاقة البصرية هم اللي يعرفونها لكن ليس نتعلمها كلنا عشان نكون مميزين نعرف حاجة جديدة لغة الإشارة نفس الحكاية بالضبط فبتتعلم كيف تقول اسمك بلغة الإشارة وفي أشخاص كثيراً يتحمسون يعني يحسون أنها شيء مميز أو يحسون أنها مهارة جديدة فيتحمسون فعلاً أنهم يتعلمون كيف يقول اسمه بلغة الإشارة وكذا فممكن نشجعهم من خلال مثلاً لو كان فيه توعية عن الإعاقة السمعية ممكن أن نعمل برنامج لهم أنهم يتعلمون لغة الإشارة طبع آخر شريحة الحين نتكلم عن الحين هذا مختصر الأفكار كلها اللي قلتها أحب أن أقدمها لكم في أسبوع مقترح للتوعية مثلاً بمتلازمة داون لو أنت عندك طلاب أو طالب دوي متلازمة داون هل تحق عندك بالصف؟ يا حبابة قبل حتى ما يلتحق قبل بأسبوع أو أسبوعين تسوي أسبوع للتوعية أو خطة قلنا نقول للدمج توعية الأشخاص أو طلاب دوي طلاب الأقران نبدأ من يوم الأحد نبدأ بتجربة الشعر بالإعاقة نفذهم النشاط هذا اللي هو عن الإعاقة العقلية أو أنهم يفهمون كيف أنه الطالب دوي الإعاقة وممكن يحتاج تعليمات معينة أو صعب أنه يقوم ببعض الأمور أو ما يفهم بعض الأسئلة يوم الأثنين خله خاص فقط بعرض الشخصيات ناجحة عندهم تلازمة داون إبراهيم أو غيره من الأشخاص الناجحين ذا ومتلازمة داون يوم الثلاثاء خلاء عن اختبارات المعرفية أتفق ولا ما أتفق خصص فقط عن الاعتقادات حول الأشخاص ذا ومتلازمة داون يوم الأربعاء نفذ معهم مثلا لعبة البزل عن طالب لديه متلازمة داون وشوفت إيش فكرتهم عنها آخر يوم الخميس ممكن مثلا يكون يوم ختامي كيف نصبح أصدقاء جيدين ذا ومتلازمة داون مثلا نعرف أنه متلازمة داون ميزين بالكف عدم وجود هذه الخطوط فممكن إيش رايك نكون أصدقاء لهم نكتب مثلا نطبع بعض الصور شكريا أو مثلا أنت ترسم يدك في ورقة وأكتب جمل حلوة تقولها حق صديقك اللي عندها متلازمة داون أنا صديقك أنا سوف أساعدك يعني أي جمل أخرى ممكن تحب أنك تقولها شكرا جزيلا لحسن الاستماع أتمنى إن شاء الله أني قدمت حاجة يعني مفيدة كويسة هذه المراجعة التي سندت عليها في العرض أو الثمد العلمي المعذرة ويعطيكم العافية وأنا مستعدة لأني إذا لدي أي استفسار أو مشاركة جاهزة لها شكرا لك أستاذ هدى يجب لدينا استفسار من أحد المشاركين حول كيفية تحسين البيئة المدرسية لتقبل الضلاب دول إعاقة تحسين البيئة المدرسية للأمانة يعني السؤال مرة مرة عام فهل قصدك يعني البيئة المدرسية من ناحية الطلاب من ناحية الطلاب نفس الفكرة العرض هذا كله للأمانة الفكرة فيه أنه إحنا كيف نحسن التقبل بس أنا ركزت فقط على الجانب المعرفي لأن الجانب المعرفي الشخص إذا كان ما عنده معرفة كويسة تخيل أنه عندي اتعادات خاطئة عن هذا الشخص فهل معقولة أني أنا راح مثلا أحبه أو يعني أتقبله أو أني مستحيل لأن معرفتي خاطئة فدائما نركز على المعرفة أنه أنا أحسن من المعرفة سواء من خلال عيش التجربة من خلال زي ما قلنا عرض الشخصيات أو ناجحين من نفس هذه الإعاقة من ناحية الاختبارات هذه حتى إذا كان الشخص سأل السؤال ولي أمر لأنه أنا عرف أنه وليها الأمور عندهم كثير تخوف من الدمج بسبب أنه خاف أنه ولد يروح ويتنمرون عليه أو كذا ترى هذه التجارب هذه الأفكار مو ضرورة المعلم بس يسويها ولي الأمر دوره مرأ كبير وقوي في الموضوع أنت ممكن كوي أمر تروح أسبوع يعني في الأسبوع أو أول أسبوع في الدراسة تروح يومياً مع ولدك ساعة واحدة أو مع بنتك إذا كنت أم وتتكلمين مع الطلاب بالعكس ما يشوفونك أنت كأمها ومعاها يعني ترى الطلاب حياناً يخافون ويشوفون أو يعني معاها يعني تعرفون يعني يخافون أنه هذه أمها موجودة ما أقدر أقول لها شي ما أقدر تقدم يعني أقول لها حاجة فتفد معاهم هذه التجارب تلعب معاهم مثلاً ممكن تجيب هدايا أول يوم هذه هدايا بسيطة من فلانة لكم كلكم وممكن تتمنى تكون صديقة يعني تساعدها يعني هو الشخص للأمانة أساساً أنا مثلاً أنا حين عندي بنت طيب ويحن ذلك بنتي ما فيها يعني إعاقة لكن أنا أهتم جداً من ناحية الاجتماعية لها الصداقات وكذا فأحرص مثلاً أني دائماً أنه أنا من نفسي أحرص التعليم الأونلاين ومو قاعدين نشوفهم بعض الطلاب فقاعدين نخسر كثير بالجانب الاجتماعي فأنا أكلم الأم إشاريك مثلاً نطلع نروح مثلاً كذا أبغى بنتي تشوف بنتك أنت قد معاها أنت كوي أمر لابد أن تحرص على هذا الشي ما تنتظر فقط من المعلم نعم أستاذ هدك كذلك أحد المشاركين يتساءل حول الأشخاص دولي عاقر مما لديهم قدرات وإمكانيات عالية جداً هل تعتقدين بأن البيئة المحيطة فيهم وهي أكبر من حفز لهم لإخراج مثل هذه القدرات طبعاً أكيد إذا أفرت له يعني مثلاً أنت عرف طفلك مثلاً عنده مثلاً مهارات خلينا نقول مثلاً يعزف بيانو أو شيء موسيقى في كثير أطفال تواحد عندهم مهارات موسيقية عندهم مهارات مثلاً في الرسم ممكن عنده بدايات لكن لو أنت جبت له شخص يساعده أكثر أو أفرت له الأدوات أكيد طبعاً رح يؤثر بشكل مرة كبير يساعد في التطوير أكثر نعم كتلك العام أستاذ هدى طبعاً باسم جمعية إرادة نتوجه لكم بجزيل الشكر على مشاركتكم في فعاليات اليوم العالمي للتوحد من خلال لقاء أفكار عملية لتحسين اتجاهات الأقران نحو الطلاب لعاقة حيث شهد اللقاء استعراض العديد من المحاور من أهمها نظرة عامة حول الدمج وأهم الأفكار العملية لتحسين اتجاهات الأقران نحو الطلاب المعاقب الشكر موصول كذلك للمشاركين الكرام في هذا اللقاء والحظوصين دائماً على المعرفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى شكرا